اشتركوا في القناة نقدر نغير يوزرات إذا كانوا مع بعض أو بأوقات مختلفة الآن وش اللي جبت لكم؟ مقطع أبسجل لكم وأشرح كيف نستخدم برنامج وتطبيق مايكروسوفت تيمز عندي اللابتوب الحين راح أشرح لكم كيف عن طريق الإنترنت ندخل على برنامج مايكروسوفت تيمز وأيضا على الجوال زي ما تشوفون عندي تطبيق مايكروسوفت تيمز وخلوني أقول لكم شي مهم منصة مدرستي موجود فيها الواجبات موجود فيها إمكانية مراسلة المعلمين يقدر الطالب أو الطالبة يشوفون التقويم يقدرون يشوفون درجاتهم مشاركاتهم يحلون الواجبات عليها لكن إذا يبغون يتكلمون مع المعلمين والمعلمات ويتفاعلون معهم عن طريق برامج الصوت وبرامج الفيديو فهم ينتقلون إلى برنامج مايكروسوفت تيمز فنحمل مايكروسوفت تيمز هذا هو شعارة المايكروسوفت تيمز طبعا إذا عندكم على الجوال الآيفون والآيباد يدخلوا على الأب ستور وكتبوا مايكروسوفت تيمز وحملوا أما عن طريق نظام الأندرويد نفس الشي إما أنكم تدخلون على جوجل ستور وتحملونه أما اللي عندهم أجهزة أندرويد أخرى ممكن يكتبون في بحث جوجل مايكروسوفت تيمز APK ويحملونه في الكمبيوتر يروحون على منصة مدرستي وبنبدأ الشرح وتابعوا معاي خطوة خطوة كيف تحملون مايكروسوفت تيمز وتدخلون عليه بوزراتكم ونبدأ تسجيل الشاشة الآن أول خطوة نسويها نروح وندخل على منصة مدرستي vschool.sa بعد ما ندخل على منصة مدرستي نسوي تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب ندخل عليها بيقول لنا حط حسابك الخاص بالطالب طبعا أنتوا أخذتوا حسابكم أو الإيميل الخاص فيكم من منصة توكلنا تحطون نفس الحساب اللي يدخلكم على منصة مدرستي واللي أخذنا من منصة توكلنا نسوي تسجيل دخول ونحط كلمة المرور والحين بدأ ودخلنا لمنصة مدرستي وهذه منصة مدرستي الحين زي ما تشوفون فوق اسم الطالب وهنا عندنا العرض الفيديو اللي طالع لكم هنا هذا يأخذ لنا مقاطع فيديو من قناة عين يعني هي فيديوات مسجلة من وزارة التعليم وأيضا بث مباشر لقناة عين لكافة المقررات والمراحل التعليمية اللي يهمنا الآن أننا نطلع من منصة مدرستي ونروح على برنامج مايكروسوفت تيمز حتى نقدر نتفاعل بالحصص مباشرة ونتخاطب مع المعلمين والمعلمات بالأعلى نلقى الرئيسية أوفيس 365 البريد الإلكتروني ونلقى مايكروسوفت تيمز نضغط على مايكروسوفت تيمز اللي فوق على اليسار ضغطنا عليها بيودينا على teams.microsoft.com هذا الموقع بعد ما تدخلون عليه بيطلع لكم خيارات زي ما تشوفون بالشاشة في get the windows app أنه تحملون برنامج مايكروسوفت تيمز على الكمبيوتر اضغطوا على get windows app بعد ما نضغط عليه يبدأ التحميل وطبعا يطلع لكم تحت أنه متوفر على ال ios وعلى نظام الاندرويد طيب زي ما تشوفون تحت بالأسفل بدأ يتحمل البرنامج وبكل بساطة أنا هنا بسوي له cancel لأني أنا محملة عندي من زمان نبدأ زي ما تشوفون هذه أيقونة مايكروسوفت تيمز بأبدأ وأفتح برنامج مايكروسوفت تيمز أدخل حساب العمل أو المدرسة أو الحساب الخاص بك من مايكروسوفت طيب بنلقى هنا عنوان تسجيل الدخول وبنلقى تحت التسجيل المجاني لا تلمسون التسجيل المجاني لأنك لو سجلت في التسجيل المجاني رح يخليك تحصل على بريد جديد والبريد الجديد هذا عبارة أنه يعطيك على أوتلوك أو الهوتميل أو اللايف احنا نبغى نستخدم نفس الإيميل اللي ندخل فيه لمنصة مدرستي وبنفس الباسورد نكتب هنا الإيميل اللي خاص فينا لمنصة مدرستي إيش هو الإيميل اللي خاص فيك؟ حطه هنا وخلاص بعد ما تحط الإيميل بكل بساطة تسوي تسجيل دخول طيب الحين وين بيودينا؟ زي اللي ودانا في منصة مدرستي بيقول لي حط الباسورد لمنصة مدرستي وزي ما تلاحظون في أعلى الشاشة أو في مكان انتر باسورد اللي هو أدخل كلمة المرور حاط لك شعار مدرستي حطينا الباسورد ونختار ساين إن ويا سلام فتح الحين البرنامج معنا طيب نختار هنا أوكي يقول لك يعني خلاص كل أمورك تمام نختار done بدأ يفتح برنامج مايكروسوفت تيمز أول خطوة نسويها نحول برنامج مايكروسوفت تيمز من اللغة الإنجليزية إلى العربية للي يفضلون اللغة العربية كيف الطريقة؟ نروح فوق عند الدائرة أو اسم المستخدم نضغط عليه زي كده زي ما تشوفون بعدين ننزل تحت ونختار الإعدادات بعد ما نختار الإعدادات ننزل تحت في قائمة عام ونختار اللغة العربية المملكة العربية السعودية بعدين نختار حفظ وإعادة تشغيل حتى يغلق البرنامج ويرجع يفتح من جديد باللغة العربية يلا الحين نشرح كيف ندخل على كل واحدة من الحصص وكيف نستعرض الجدول عندنا فوق النشاط الفرق طبعا الفرق اللي هما فريقك يعني الطلاب أو الزملاء اللي معاك في فصلك هما أنت وهم تعتبرون فريق في الواجبات الواجبات اللي تطلع لك كطالب بتنعرض هنا طبعا البحث في الصفوف هذا هو فصل سادس اثنين أو سادس با ونختار التالي فبيطلع لي الواجبات الخاصة فيني بنلقى تحت التقويم إذا ضغطنا على التقويم وهذه أهم نقطة اللي فيها الجدول هذا الحين الجدول بدأ يستعرض لنا في عندنا نظرية الخلية مدخل الوحدة الأولى العوامل الأولية مفهوم التاريخ كلهم مع المدرسين خاصين فيهم نروح مثلا نختار التربية البدنية دخلنا على التربية البدنية الآن بدأ يحمل معلوماتها وبيطلع لنا الحصة هذه إيش اللي موجود فيها من طلاب ومكتوب لنا فوق انضمام فيه ملفات فيه ملاحظات الاجتماع اللي كتبها مثلا المعلم أو الطلاب وفيه الدردشة اللي مين يتكلم خلال هذه المحادثات ففيه يعني طبعا أغلبهم بيكتب لهم حاضر حاضر يا فلان الأستاذ طيب مثلا بيكتبون أنا موجود وهكذا إذا بيحضر وجودهم نختار فوق انضمام ونبدأ ونضغط انضمام الحين بيطلع لي خيارات أو يطلع لي شاشة يقول لي خلال هذه الشاشة تبغى تشغل الكاميرا بقول له لا تبغى تشغل المايكروفون بقول له لا طبعا إذا الطالب ما يبغي يشغل لا الكاميرا ولا المايكروفون بعدين أختار الانضمام الآن اختار الو اكسس أو السماح بالاتصال هذا على شخص انك انت تسمح لبرنامج مايكروسوفت تيمز انه يستخدم الاتصال ويستخدم مايكروفون والفيديو طيب هنا إذا دخلت وشفت الشاشة زي ما شوفها أنا الآن أهم نقطة انك انت الآن موجود بالفصل كيف عرفنا؟ لأنك متصل ويطلع لنا قطع المكالمة فنضغط اظهار المشاركين نقدر نشوف قائمة زملائنا اللي موجودين في الحصة نقدر اظهار المحادثة نتكلم وفيه رفع اليد إذا أحد يبغي يشارك يقدر يرفع يده حتى يقدر يشوفه المعلم ويقول له تكلم يا فلعا فنضغط خفض اليد خلاص إذا ضغط اليد رفع اليد تصير عليها علامة وإذا ضغطنا خفض اليد خلاص طب لو فرضنا أننا بنشغل المايكروفون نشيل علامة الشرطة اللي موجودة على المايكروفون نبغى نشغل الكاميرا هذه الكاميرا نضغط على تشغيل الكاميرا اشتغلتها الحين الكاميرا زي ما تشوفون طيب طيب في طريقة مهمة جدا للي يبغون خصوصية أكثر في استخدام تطبيق أو برنامج مايكروسوفت تيمز عندنا المزيد من الإجراءات اللي تيجي عبارة عن ثلاث نقط لما نضغط عليها نختار إظهار تأثيرات الخلفية والشي هذه أقدر أخلي خلفي خلفية تخيلية عساس أنه لما مثلا أشارك بالفصل ما يطلع وراي لو مروا أشخاص أو مثلا يعني بعض الأشخاص أنا ما أبغاهم يظهرون مثل أخواني أو أحد عندك في المنزل مر من وراك فبيكون التركيز عليك حضرنا الحين الحصة البدنية نسوي قطع المكالمة أو إنهاء نرجع نضغط على التقويم ونختار حصة ثانية مثلا العوامل الأولية ونرجع فوق ونختار انضمام وزي نفس الخيارات اللي كنا نستخدمها نقفل مايكروفون ونقفل الكاميرا ونختار الانضمام الآن دخلنا على طول الآن بكل بساطة للحصة هذه الطريقة سهلة جدا يعني مجرد أن نضغط على التقويم يطلع لنا أوقات كل حصة خلونا نشوف مثلا عندنا يوم ثمانية سبتمبر عندنا التربية البدنية من ساعة ثلاث إلى ثلاث خمسة وثلاثين هذه بكل بساطة هي طريقة استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز نجي الحين للجوال أبشرح لكم كيف نستخدم وبتظهر لكم في الشاشة كاملة بحاول أختصر ليش لأنه يعني الواجهة مشابهة للكمبيوتر اللي شرحتها قبل شوي بشرح مفصل ومطول هذا هو برنامج أو تطبيق المايكروسوفت تيمز لو تلاحظون برجع وافتحها من جديد هذا مايكروسوفت تيمز افتحها هذا مايكروسوفت تيمز طيب زي ما تشوفون أحيان بتظهر لكم الشاشة لمايكروسوفت تيمز وإيش الخيارات اللي راح أستخدمها في هذا البرنامج عندنا تحت التسجيل المجاني لا تضغطون على التسجيل المجاني أبدا لأنك راح تستخدم الحساب اللي يدخلنا على منصة مدرستي زي ما هو وبنفس الباسوورد نحط حسابنا حق منصة مدرستة اللي هو s.moy.gov.sa بعدين نختار تسجيل دخول نحط الباسوورد وزي ما تلاحظون نطلعنا فوق في الشاشة شعار مدرستي يعني موضوعنا سليم مئة بالمئة تسجيل دخول الحين يبدأ يعطيني بعض التعليمات البسيطة وهذه مهمة ترى التالي التالي فهمت الحين هذا هو قدامنا يقول لك لازم نسمح لي الوصول إلى الكاميرا والملفات والمزيد هذه بتطلع لنا إذا جينا ندخل لأحد الحصص بيقول لنا السماح باستخدام المايكروفون والكاميرا لأنه بيبدأ يشغلك الصوت ويشغلك الكاميرا لكن نقدر إحنا نتحكم بالمايكروفون حقنا والكاميرا حقتنا تحت بنلقى الفرق الواجبات بنلقى التقويم وزي ما تشوفون موجود مفهوم التاريخ العوامل الأولية وهكذا وكل حصة موجود فيها أوقاتها فندخل على الحصة اللي حان وقتها الآن طبعا الحصة اللي حان وقتها الآن بنلاقي عليها مضللة باللون الموف نفس لون البرنامج نختار مثلا مفهوم التاريخ على سبيل المثال نختار انضمام في عندنا الفيديو قيد الإيقاف وعندنا المايكروفون قيد الإيقاف وعندنا الجهاز إذا ضغطنا على الجهاز نختار مكبر الصوت عساس أنه نقدر نسمع صوت الحصة ونختار الانضمام الآن جاري الاتصال دخلنا الحين للحصة إذا شفتوا حتى الشاشة سودة كده أنتم داخلين بدليل لو ضغطتوا فوق على علامة المضافين وزائد رح يطلع لكم أسماء الطلاب المتواجدين الآن في الاجتماع أو آخرون تمت دعوتهم ففي الاجتماع معناتها أنه الحين موجودين طيب نشغل المايكروفون هنا يقدر يتكلم الطالب أو الطالبة الطالب مع المعلم والطالبة مع معلمتها نقدر نشغل الفيديو الآن طلع الفيديو زي ما تشوفون نختار الثلاث نقاط اللي قلت لكم عنها قبل كده ونختار رفع اليد إذا يبغى الطالب مثلا يتكلم أو يشارك خفض اليد نقدر الآن نقفل الفيديو ويكون خلاص جاهزين هذه بكل بساطة أتمنى إن شاء الله من هذا الشرح المطول سواء على الكمبيوتر أو على الجوال ونفسه ينطبق على الأجهزة اللوحية أنه كان بالنسبة لكم بسيط وإني حاولت أشرحها بالشكل المطلوب أتمنى التوفيق لأبنائنا وبناتنا في رحلتهم التعليمية وحب أذكركم المقاطع التعليمية الأخرى ممكن تلقونها تحت في الوصف إذا دخلتوا على قناتي طارق الجاسر على اليوتيوب بتلقون مقاطع الفيديو وخلال أو من خلال هذا الفيديو راح أحط لكم روابط للشرحات اللي طرحتها سابقا أتمنى ما تنسون الانضمام للقناة على اليوتيوب وأيضا متابعة حسابي على التويتر لمتابعة كل جديد فيما يتعلق في التوعية والثقافة الرقمية هذه أطيب تحية كنت معكم أنا طارق الجاسر في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر